السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم كل حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم حسن عبد العزيز ودلوقتي هنركب أستك لرجل بانطلون البانطلون زي ما تشايفين رجلي وسع قد ايه فهنركبله أستك من تحت هنعمله زي الشروال كده بس احنا مش عايزنو بقى الأستك يبقى يعني صغير قوي ويبقى البانطلون ده ماسك قوي على الرجل من تحت فههوليكم دلوقتي المقاس المظبوط اللي تقدروا ان شاء الله تشتغلوا عليه اول حاجة انا جبت الأستك اللي هو عرضه صانتي الأستك الرفيع ده تمام وهبدأ بقى قص يعني جزء على قد ما انا عايزه هنقص حوالي 23 او 25 صانتي بالشكل ده كده انا قصيت 25 صانتي بحيث انا زي ما قلتلكم عايزين البانطلون ده يبقى يعني ايه مرتاح كده على القفلة الرجل من تحت مايبقاش يعني ديق اولا فخمسة وعشرين صانتي معقول لو عايزينه قدية اعملوا 23 تمام قصيت الأستك بالشكل ده قصيت طبعا كتعتين بحيث اعمل الرجلين يعني وكده هنبدأ دلوقتي نقفل الأستك شايفين انا بقفل الأستك ازاي مش هنقفله كده يعني انا بوريكم الطريقة دي كده غلط ان احنا نحط الأستك جنب بعضه كده ونبتدي نقفل كده غلط ممكن تشتغل عادي ما فيش اي مشاكل بس هتبقى من يعني فيها حتة تبقى يعني مكالكعة كده في البنطلون من تحت فإحنا بنقفل الأستك على بعضه بالشكل ده ده كده أفضل بحيث يبقى يعني التوق بتاع الأستك ده شايفين يعني يبقى سرح كده ومزبوط ونعمل بقى تسبيت بالشكل ده ونبدأ دلوقتي بقى نخيطه في البنطلون من تحت يكون أفضل انه تاخدوا مقاس الأستك كده في الأول تمام؟ هحط الحتة اللي فعل خياطة على الجزء اللي هو اللي فيها الخياطة برضو في البنطلون وابتدي بس أعمل تسبيتة صغيرة كده هسيب طبعا جزء صغير في القماش من فوق يعني كان ملي كده اللي هقفل عليهم القماش على بعض لأن أنا مش هعمل خياطة دلوقتي على الأستك عشان الأستك ما يبقاش محبوس أنا أشتغل كده القماش على بعضه واسيب القماش كده ما بين القماش يبقى حر بحيث ان ايه؟ أبقى كده مدككة براحتي تمام؟ اهو بالشكل ده كده ونبدأ الوقت نخيط زي ما قلت لكم بنخيط القماش على بعضه ممكن نخيط القماش في الأول لو انتو مش هتعرفتوا اشتغلوا بالطريقة دي خيطوا عملوا القماش في الأول واسيبوا حتة كده مفتوحة وبتدوا دكيكوا الأستك ده بنسة أو دبوس إبرة اه ماش بك اه اه دبوس إبرة يعني براحتكوا على حسب منتو تحبوا الطريقة اللي تريحكوا يعني وتبقى أسهل في ايديكوا اشتغلوا بيها وممكن كمان ما نعملش التثبيتة اللي احنا عملناها في الأستك في رجل البنطلون دي كده في الأول ممكن نخيط كده البنطلون يبقى كله الأستك حر من جوه مفهوش اي تثبيتة تمام؟ احنا بقى بنبتدي نشد الأستك كده وندكك كده ونخيط القماش على بعضه واحنا بنشد كده يا جماعة الإبرة تبقى مغروزة كده في القماش ماينفعش الإبرة تبقى كده يعني مش في القماش على أساس ان هي ممكن لكن تفلت كده ويبقى الغرزة معانا مش مظبوطة اه وبالشكل ده كده اتمنى اكون بشرح لكم بوضوح وتكونوا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي سامحوني بس على الحركة اللي بتعملها الكاميرا دي يعني انا مش عايزة افصلها على أساس ان يعني ما اخدش جزء من الفيديو ودى النتيجة بالشكل الجميل انت شايفينه ده تعملوا كده بأدوكو زي منا بعمل بحس توزعوا الأستك على الرجل كلها بشكلها كده بالتساوي كده شكلها حيل ولو حبيتوا بقى تضيقوا الرجل اكتر من كده حتى بعد ما ركبتوا الأستك تقدروا ان انتو ايه يعني تاخدوا صمت كده من البنطلوم من الخياطة الداخلية بتاعت البنطلوم بالأستك كده تصغروا الطوق بتاع الأستك ده كده من تحت بالبنطلوم على حسب ما انتو عايزين يعني انا بقولوكو عشان انتو برضو لو ركبتوا الأستك وحاسيتو ان الرجل يعني اوسع عليكو شوية لا انتو عايزينها مسكة وضيقة تمام لان ساعات في نوعيات من الأستك وحنا بنركبها بتتمط زيادة عن اللزوم على حسب نوعيات الأستك برضو التسبيتة دي اللي انا عملتها في الأول دي اللي بقولوكو عليه اللي ممكن ما نعملهاش كده في القماش بتاع البنطلوم نخلي الأستك الدائر بتاع الأستك كله حر من الداخل وزي ما قلتوكو برضو نقفل الأستك بطريقة مظبوطة على اسنون بيبقاش مكالكع في البنطلوم كده في الرجل من تحت وناخد بدا ان الأستك ما يبقاش مفلوت من بعضه يعني نبقى قفلين كده الطوق بتاع الأستك يبقى مظبوط يبقى كله كده عيدين وده كده كان الفيديو بتاع اتمنى يكون عجبكم وعملتوا لايك للفيديو استنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته